وكل فراغة ثلاث انش تمام فهاي ثلاث انش تقسيم ثمانية تطلع الاسكيلة 0.3 ثمانية تقريبا تمام فهاي واحد اثنين ثلاث وثمانية بالعشرة هاي ثمانية بالعشرة اخرى هاي ثلاث فاصل ثمانية 0.38 ضرب اثنين عشان تعطينا المسافة الثاني وين بصل عشرة فاصل سبعة سلسدة فهاي خمسة ستة سبعة, سلسدة هي تقريبا هون ضرب ثلاث بوصل واحد انش صحيح واحد فاصل اربعة هاي واحد انش واحد فاصل اربعة اي ضرب اربعة بزيد فيه انقاء هاي هيك واحد فاصل خمس اثنين هاي واحد ونص هاي خمس يعني وثنين بالعشرة ضرب خمسة واحد تسعة هاي واحد تسعة تمام خلصنا كم رقصة اني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة متأكد من كل شي وحوط عليها بزرق اكس هيك شايفين هاي هي طلعت الجهه الثاني نفس الاشي هين فنرسومهااااات سيعركها قريبها اااااااااااااااا.. الابعacje بتختلف خمسة انش اللقي الطويلة و عندها السماك ثلاثة نفس الاشي السماك نفس الاشي �데 اللقي عليها خمسة هرمو ونأتي هون نفس المبدأ هي كلها خمسة و هذه الحفة من هذه الجهة تمام؟ هذه الحفة و هذه الطويلة تمام؟ كلها خمسة انش في سنتر لاين من هذه المسافة ومن هذه المسافة قلنا فنحن بهمني هنا لا تخبط لنعرف كيف رسمها حلو، كيف تبحث هذه السنتر لاين؟ صراح لم أجدتها في المنوال بس شفت واحدة تتشبهها قريبة عليها شوي فعطتها تقريبيا واحد ونص هنا فهذه المسافة الواقع واحد ونص هذه الجهة الواقع هذه واحد ونص واحد ونص اطرح منها خمسة كيف يظل ثلاث ونص هذه الجهة فظل حولين لسكيل بس اقسم كلها دعا ثمانية واحد ونص تقسيم ثمانية تطلع واحد فاصلة تسعة هذه واحد فاصلة تسعة سفر فاصلة واحد تسعة ثلاث ونص انش ثلاث ونص انش سفر فاصلة ثلاث اه ممتاز كثير يعني تقيقة ممتاز نفس الاشي لازم اقرب عشان 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 زي ما اتفقنا بلنا زاوي قائمة لا ما بهمني هاي الجهة هاي قلنا ما تخبط تخبط بهمني هون بس بنفس الوقت ما تخبطش بهاي يعني هاي الحفة ما تخبط بهاي تمام فغينا رؤى الجهة الثانية اه هيك هاي زاوي قائمة كداش بدي اني من هاي الجهة هاي شايفين كيف هون هاي المسافة بدي فهاي سفر فاصل واحد تسعين سفر فاصل اثنين بدي اثنين بالعشرة هاي واحد والعشرة هاي اثنين بالعشرة شايفين ما ابعدني بقدر اظن ماشي هون حاط اسبعي هون ماشي ماشي تقرب القلم يخبط خالص هون ممتاز يعتقد خالص هات نقطة هون وصل خط قائم هون نفس الاشي طبعا قديش قلنا لازم اطلع صفر فاصل اربعة اربعة او كلها صفر فاصل ستة ثلاث يعني بقدر امش عليه هاي اريح بدي ستة ثلاث من عند اخر نقطة هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعة هاي خمسة هاي ستة وثلاث بالعشرة هاي هاي النقطة تمام بدي كمان واحدة زي هون على ابعد مكان هيك هاي اثنين بالعشرة ومن الاثنين بالعشرة نعم مش خط قائم غلط اه خلاص بسمنا نوصل صح نوصل بين النقطتين نوصل نعم 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 ايوة نعم هون نعم 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 تبعد خط مبدئي للبليت وان ما كان فحضت كمان نصف إنش وهو كانت ثلاث إنش هاي صح ولا لا هاي ثلاث إنش للسبيرسينج هاي للسبيرسينج هاي فما نبعد هون قدها ثلاث إنش ما نبعد ثلاث إنش أسكيل طبعا ثلاث إنش تقسيم ثمانية بطلع 0.3 أربعة ثمانية يعني ثلاث بالعشرة واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث بالعشرة وثمانية يعني تقريبا أربعة مشوشك النهاية حلو القطع تبع البليت الورانية لازم يكون ايش عامودي على هاي وهون عامودي على هاي عشان نتجنب الزوايا الحادة تمام عملوا عامودي فنجيب نفس الشي نجيب المسطرة هذا الخط اللي رسمنا حط هاي هاي خلصنا هاي البليت حلو طيب اه طرى خلصنا مضرش شي شي يعني يسا علينا ايش نسوي اه نتأكد من شغلة احنا هون لازم احنا صراحة ما اعتبدناش هاي طول المسافة هاي يختلف عن طول المسافة هاي اه تمام فيمكن اصلا ما جاء اوصل هذون ببعض هاذا لما مشي عسوا موازلي هاذ هون مشي خط شايفين راح يضرب هون فهاي لما اقص راح اقص هاي قصة مايلي فمناش نقص قصة مايلي منلتزم على الابعد خلص نعم هو لازم نحقق الابعد يعني اذا قصيت عني من هون راح اطلح هيك فما بحقق هون الاش ديستنس فمناخذ الماكسيوم تبعتنا هاي تمام الماكسيوم هيدا بلتزم فيها فهي الماكسيوم من عنده من هون بمشي زاوي قائمة كيف نمشي زاوي قائمة تعالوا حط هاي زاوي المسطرة هون خذ هاي نقطة قديش بعدها هاي بعدها صح هذا القط هاي خلق حاط هيك يمشي تمام ثم خط كمان قط ثاني هاي هون هاي فلازم وصل بناتي هاي هيك يطلح هنا هيك زاوي قائمة هاي اضربها يام بالحديدة على الاخر وهون على الحديدة بالاخر طيب فهونا سايك بصير ادى اشلام معاي هيك اتغير مكانه هلو وهون هاي وهو نخلي اضل مكانه هون نفسي شي كان بدي يلتزم يعني الساعة لو هاذ كان البلت هاذ واصل لهون اخر شي تمام وبيدي كان ايش ديستنس له لهون فما بصير القصة من هون فلما اطلح هيك راح اجور على البلت اللي كان هون اللي كان هون ما بصير فلازم بلتزم بالابعد فبنزل هاي الخط لهون حيث انه لما اطلع يجي هون وين يجي معاي هون بعيد تمام فهو الحمد لله طلع بعيد هاي شايفين البرغي وين وإحنا وين هون فإذا بطلع بقص من هون اموري بيستلين بس علينا ايش نسوي نحط هاي هيك النقطة هاي وهذا موازي وصل خط لحد ما تصل هون ضربنا بالبليتة بكمل دهش لان ايو البليتة ممنوع تطلع عن البراني الرئيسي الفوقاني ممنوع تطلع من فوقيه ما بصير بصير مؤذية لانه إلا حفة بصير هون وتجرح وكذا ومش منظر هون نفس الاشي منوصل خط موازي اي عمودي عمودي على هذا المقطع داش لاين هذا لازم نمسعه طبعا هاي داش لاين وهون نطلع تسعين درجة نفس الاشي نحط هاي النقطة وين خبطت معانا اخر شي هون صح نحط هاي موازي من فوق منزيحتها تطبق هاي هون معانا هيك خلاص تمام وصل بس اطلع هاي وصلت لون شايفين كيف بدين بكمل داش طبعا هاي الفكرة هون هون غلطان اللي باقي يرسم غلطان تمام ما حط هاي داش حط سلد غلط لانو هاي البلاتي ورا تحت تحت الليق هاي تحت ما بصير ارسوم هاي هاي زي ما هون قطع هون قطع لازم نقطع بهاي المنطقة خلصنا هاي رسمنا البلاتي ورسمنا كل شي كيف بدي أخذ أبعاد البلاتي من هون بأخذ أبعاد البلاتي يعني السا بقول له قداش هي أبعادها شو بسوي هاي ابعاد التصميمية التزمنا بالإج ديستنس لكل الشغلات تمام شايفين كيف هون قداش حققنا الإج ديستنس وزيادة يعني أربعة إنش كانت هاي وعزيت هاي شايفين هاي الخط المبدئ اللي حطنا وهون أربعة إنش اللي حطنا وعزيت كمان من هاي الجه تمام طيب أعصر من هون بأخذ بعاد البلاتي عرض البلاتي من هون لهون أي خط قائم هاي هاي قائم قيز قداش المسافة ثلاثة فاصل واحد ثنين ونص هاي ثلاث فاصل ثنين ونص حلو ضرب ثمانية بعضين الحقيقي 26 إنش طالع معانا إذن عرض البلاتي 26 إنش طول البلاتي قداش طالع معانا طول البلاتي نفس الشي باجي بقيس هاتا نزيك هاد الخط قداش هون أربعة فننكمل أربعة و خمسة أربعة ونص ستة سبعة ثمانية أربعة فاصل ثمانية أربعة فاصل ثمانية ضرب ثمانية ثمانية ثلاثين إنش فاصل أربعة طبعا إذا ما عجبكيش ثمانية ثلاثين فاصل أربعة بتقدر تعملها مثلا أربعين إنش بتقدر تعملها كذا بس الأربعة بالعشر إنش يمكن بتكون مسموحة لأن الأبعاد يصبح يقول الدكتور أن الأبعاد تبعات الإنش يجب أن تكون من مضاعفات 1 على 8 و 1 على 16 هلو؟ هاي هي اللي يستعملونها بالإنش فيمكن الأربعة بالعشرة من الإنش تطلع قريبا 1 على 8 يعني تطلع من مضاعفات 1 على 8 ففي جدا دقيل خلاص 38.4 هاي طولي بلاي لازم الأبعاد كلها تنكتب لازم المسافة بين كل لائن و لائن هاي الشغلات هسا خلص خلصنا رسم شايفين كيف هاي الرسمة طلعت معنا هسا علي بس أكتب الأبعاد لازم نحن نعبيها لا تنسى ولا تنسى أي شي هاي زي ما هم مكاتبين لازم ثكني استبعتها قداش يثكني استبعتها قداش انت صممت نفرض انه زي ما هم هون طالع معاهم نص إنش خاصة من قلهم نص إنش قصة بليت تمام هاي اكتب هون جنبها طبعا وفوقيها بصير يعني هيك بصير هيك تكتب هاي تو لق خمس بثنين ونص لا هيك تكتب من نص ثنين ونص بثلاثة ثمانية هاي هاي من أخوضها من هون ثنين ونص بثلاثة ثمانية في أربعة في ثلاثة ثمانية هذول الثنتين اللي هون بصير تكتبهن جوا يعني واتهت بصير هون اكتبن هون ثنين أل ستة بستة ثلاثة ثمانية تمام خلصنا المواصفات الأشياء لازم نكتب كل شيء الأبعاد بصير تكتبها كمان الأبعاد يعني بس أعتقد ووكي إنه الأبعاد خلص بتطلع على السكيل يعني اللي بده يجي ينفذ الحدادة لما ينفذ خلص بأخذ الأبعاد اللي مش مكتوبة على السكيل بيجيب مصطرة بقيس بأخذ الأبعاد وخلص بيطلع ويمشي أما الأشياء الرسمية لازم تكتب لها أشياء يعني هاي نصف إنش خاصة قلو نصف إنش هاي قداش كده يعني هاي قداش أبعاد مسافات كبيرة زي هيك بجده يضلي قيسن هاي الدقيقة هاي البولت لازم انت تتقول له فهون بس حط له خط فوقي هن طبعا لازم مشي ثاني بحبر مثلا مش فارقة طبعا هون طلي خط هيك ونخط تمام ايه قلو هي ايه ايه فهاي المسافة زي ما هو حكي هون 24 إنش ما فيها تقول له 10 بولت وخمس بولتين مكتوبات واحد اثنين ثلاثة اربع خمس ست سبعة تمام هاي المسافة نفس الإشي ايه من هون ايه بالنظر هي طبعا هاي 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 بتقول له قديش 12 إنش هي 12 احنا قلنا كل مسافة هون space 3 إنش فثلاثة ذرب هون كله أبعاد حقيقية بتكتبه ثلاثة ذرب كم فراغة واحدتين ثلاثة اربع فراغات 12 إنش وهو النفس الإشي هاي قديش كمان 12 واحدين ثلاثة ثلاثة ذرب أربع المسافة وهادي كانت 12 إنش شو ظل علينا آه نكتب added the spacing عادي قل له هيك سهم زي ما هم عاملين يعني عادي مش مشكلة هي قل له هيك صير تقول مثلا ايش تعمل هاي سهم قل له هون use spacing 3 إنش هون طلع سهم على المسافة تابعت لـ spacing يعني خليها على الـ dash line هادي كله use spacing 4 إنش هاي هي S او بتكتبه خلص S equal spacing يعني S equal 4 إنش هاي اللي spacing هاي اللي spacing والفوق عني نفس الإشي فهاي هون وينك تكتبها فوقي هاي S equal 14 تمام آه ضل أبعاد ما ضل لش أبعاد خلص طلعت معانا كل أبعاد البليت أي شي ناقص بضل إيش هو بسري أخضه مثلا هاي المسافة من هون لهون ما فيدع تكتب له إياها خلص لأنه بيجي بيجيب المسطرة طابعته أو المتر بقيس وجنبه السكيل هاي المفروض دي نكتب السكيل هون واحد إلى ثمانية سكيل عشان تحت الرسم عشان يعرف شو هي وصير هون لازم تكتب كمان وصف للرسمة Detailed drawing of member adjoint U1 هاي انت بناء على إيش لتراص حين هاي اسمها U1 لازم تكتبها لازم رسمة توضيح الكتاب للرسمة باستوضي مهم هاي بتقول للك مثلا هذا اسمه figure ايش تكتب هاي Detailed Drawing of member of members تمام at joint اللي هي قلنا يون هون هاي بصير هكا كبتة يون تمام هاي اعطينا رسم تعريفية السكيل طبعا سيكتبها هون جنبها اخر شي بصير كذا كذا او هون عادة بصير يعني رطبها بس يعني قلنا اعمل تحت بعض هون وهي الابعاد تبع البلايته وهي كذا السماكات كل شي خلصنا تمام نظل شي شي وبس والله اعطيك العافية بس من ترجمة نانسي قنل من ترجمة نانسي قنل ترجمة نانسي قنل